مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أبناء الطلاب طلاب الصف السابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع مجال الآداب والأخلاق الإسلامية عنوان درسنا أبناء الطلاب أهمية التعلم والتعليم الحصة المنهجية وكما نبهت قبل ذلك أبناء الطلاب أن الحصة المنهجية هي مراجعة عامة على الدرس نذكر بالقيمة التربوية التي معنا فضل العلم والتعلم أهداف الدرس الهدف الأول أن يعرف الطالب مفهوم التعلم والتعليم الهدف الثاني أن يعادل الطالب فضائل العلم والعلماء إجمالا الهدف الثالث أن يعادل الطالب آداب المتعلم إجمالا الهدف الرابع أن يعرف الطالب فضل المعلم ومكانته وقبل أن نبدأ بالأول أبناء الطلاب أسأل هذا السؤال وقد درسناه في الحصتين الماضيتين فأقول أذكر أدبين من آداب المتعلم أحسنتم وبارك الله فيكم قلنا من آداب المتعلم إخلاص النية لله تعالى والجد والاجتهاد ستتكلم عن ذلك بالتفصيل بإذن الله تبارك وتعالى الهدف الأول أن يعرف الطالب مفهوم التعلم والتعليم عزيزي الطالب قلنا إن التعلم نشاط يقوم به المتعلم بنفسه يهدف إلى الوصول إلى معارف ومهارات وخبرات جديدة أما التعليم فهو عملية منظمة تهدف إلى إكساب المتعلمين الخبرات المعرفية والقيمة والاتجاهات والمهارات الحياتية المختلفة نأتي إلى هذا السؤال اذكر فرقا بين التعلم والتعليم أحسنتم وبارك الله فيكم أن التعلم نشاط يقوم به المتعلم بنفسه أما التعليم فهو عملية منظمة الهدف الثاني أن يعادل الطالب فضل العلم والعلماء إجمالا أقول أبناء الطلاب فضائم العلماء كثيرة منها أن العلماء ورثت الأنبياء ففي الحديث إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ثانيا العلماء أكثر الناس خشة لله تعالى قال الله جل جلاله إنما يخشى الله من عباده العلماء ثالثا العلماء أرفعوا الناس منزلة في الدنيا والآخرة قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب العلماء صمام الأمان للأمة فإذا غاب العلماء عن الأمة ضلت في دينها قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأن طالب العلم مأجور على دراسته وطلبه للعلم في الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة نأتي إلى هذا السؤال اذكر فضلا واحدا من فضائل العلم والعلماء أحسنتم وبرك الله فيكم العلماء ورثة الأنبياء إلى آخر ما ذكرنا من فضائل الهدف الثالث أن يعدد الطالب آداب المتعلم إجمالا قلنا إن آداب المتعلم كثيرة منها أولا إخلاص النية لله عز وجل ففي الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ثانيا من آداب المتعلم الجد والاجتهاد في طلب العلم وتحصيله فذلك بالمداومة على الحضور والتحضير المسبقي للظروف ثالثا من آداب المتعلم أن يعمل بما تعلم من الخير قد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما كذلك أبناء الطلاب من آداب المتعلم احترام المعلم وتوقيره والاهتمام بما يقوله فطاعته بالمعروف من آداب المتعلم النظافة وحسن الهيئة والمحافظة على بيئة المدرسة ومرافقها من العبث نأتي لهذا السؤال اذكر أدبا واحدا من آداب المتعلم قلنا إخلاص النية لله عز وجل عزيزي الطالب يحرص المعلم على أن يكون قدوة لطلبته محبا لهم حريصا على تربيتهم وتعليمهم ما ينفعهم وهنا تحت عنوان أفكر وأتعاون أفكر وزملائي وأستنتج واجبنا نحو معلمينا نقول المعاملة الحسنة وتقدير فضله ومكانته الحرص على الاستفانة من معلوماته التي يمتلكها لاقتداء به في الأعمال الصالحة والحسنة نأتي إلى الهدف الرابع أن يعرف الطالب فضل المعلم ومكانته عزيزي الطالب للمعلم مكانة عظيمة في الإسلام لما يقوم به من عمل عظيم فهو الذي يرب الأجيال ويعلمهم الخير ويعرفهم بخالقهم ويساعدهم في معرفة أمور دينهم وقد ذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوتة لا يصلون على معلم الناس الخير ما واجب المجتمع والطلاب تجاه المعلم احترامه وتقديره وحفظ حقوقه بل إن بعض العلماء ذكر أن حق المعلم آكد من حق الوالد لأنه أي المعلم سبب لتحصيل الخير للأبناء في الدنيا والآخرة وعلى الآباء واجب التعاون مع المعلم فيما يحقق مصالح أبنائهم نأتي إلى هذا السؤال ما واجب المجتمع تجاه المعلم قلنا الاحترام والتقدير وحفظ حقوقه عزيزي الطالب احترام عنوان أنقضوا وأبني موقفا وضح رأيي في المواقف الآتية أولا خالد طالب في الصف السابع يغسر من جدال معلمه لتضييع الوقت ما رأيك في هذا التصرف؟ أقول على خالد احترام معلمه والانتباه للدرس سليم يعبث بأجهزة الحاسوب أثناء الحصة الرأي على سليم لانتباه إلى الحصة للحصول على الفائدة أحمد طالب ذكي لكنه يتغيب عن المدرسة كثيرا والرأي على أحمد أن لا يتغيب عن المدرسة حتى لا يغضب معلمه أبحث زملائي عن كيفية توظيف وصائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نشر العلم النافع بين الناس فأقول تساعد هذه الوسائل على تنشيط المهارات لدى المعلمين وتزيد من قدرتهم وتحفزهم على التفكير ثانيا تعمق المشاركة والتواصل والتفاعل مع الآخرين وتعلم أساليب التواصل الفعال تكفل المتعلمين الحصول على وسيلة تعليمية قوية وفورية تحقق قدرة من الترفيه والتسليات للمتعلمين لهدف تعليمي محدد من قبل المعلم هذه كيفية أوظيف وسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نشر العلم النافع بين الناس تحت عنوان أنظم تعلمي أبناء الطلاب هيا بنا ما معنى التعلم والتعليم؟ قلنا هذا التعريف قبل ذلك ثانيا حكم طلب العلم وأركز على هذا الحكم فأقول طلب العلم واجب على كل مسلم ومسلمة أما العلوم الدنيا فقلنا واجب العلوم الدنيوية قلنا فرض كفاية آداب المتعلم ذكرناها أيضا خلاص النية لله تعالى أن عمل بما تعلمه من الخير الجد والاجتهاد احترام المعلم وتوقيره قبل العلم والعلماء قلنا العلماء ورسل الأنبياء العلماء أكثر الناس خشة لله تعالى العلماء أرفع الناس منزلة في الدنيا والآخرة العلماء صمام الأمان للأمة مظاهر اهتمام الإسلام بالعلم قلنا اهتم الإسلام بالعلم وجعل طلبه فريضة على كل مسلم ومسلمة ذكرا كان أو أنثى كذلك رتب الثواب العظيم والأجر الكبير على طلب العلم مما يدل على اهتمام الإسلام بالعلم نأتي إلى سئلة التقويم أبناي الطلاب من أداب طلب العلم إخلاص النية لله تعالى علل ذلك الجواب أحسنتم أبناي الطلاب لأن الأعمال جميعها يجب أن تكون خالصة لله جل جلاله استنتج فضل العلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة بارك الله فيكم هذا الحديث يدل على أن طالب العلم مأجور على دراسته وطلبه للعلم إذا صحت نيته بعلم ينفع المسلمين ما الفرق بين كل من المفاهيم الآتية التعلم والتعليم ذكرناه مرارا أن التعلم نشاط يقوم به المتعلم بنفسه أما التعليم فهو عملية منظمة تهدف إلى إكساب المتعلمين الخبرات المعرفية إلى آخره السؤال الرابع للمتعلم آداب ينبغي أن يتحلى بها أذكر ثلاثة منها يا الله يا شباب بارك الله فيكم نقول إخلاص النية لله تعالى الجد والاجتهاد في طلب العلم وتحصيله العمل بما تعلم المتعلم من الخير السؤال الأخير ما دلالة قوله تعالى وَقُلْ رَبِّ زِرْنِي عِلْمًا قُلْنَا يَدُلْنُوا على طلب الزيادة في العلم وبهذا أبناي الطلاب نكون قد انتهينا من هذا الدرس الله أسأل أن يوفقكم لما يحبه ويرضاه وأذكر أبناي الطلاب بضرورة متابعة الفيديوهات وحل الواجبات والأنشطة الإثرائية والاختبارات والمشاركة في الأنشطة الإلكترونية هذا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وكل عام وأنتم بخير وتقدر الله منا ومنكم صالح الأعمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية